وزير العدل ينزل بالقبة السفلة للبرلمان حاملا مقترح تعديل قانون العقوبات ومشروع قانون لتجريم خطاب الكراهية أهم مقترحات تعديل قانون العقوبات ارتكزت على فرض عقوبات مشددة تصل إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تتراوح بين 20 مليون إلى 30 مليون سنتيم في حق كل من زور وثائق أو أدل بتصريحات كاذبة من أجل الاستفادة من الإعانات والمساعدات التي تقدمها الدولة فيما يعاقب الموظفون الذين منحوها بخمس سنوات حبسا معاقبة كل من يتحصل على إعانات أو مساعدات مالية أو مادية أو عينية من الدولة أو الجماعات الإقليمية أو أي هيئة عمومية أخرى أو على إعفاءات في المجال الاجتماعي عن طريق التزوير في الوثائق أو التصريح الكاذب أو باستعمال معلومات خاطئة أو ناقصة بالحبس من سنة إلى ثلث سنوات وبغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف دينار جزائري ويشدد مقترح التعديل العقوبات في حق كل من يقوم بتحويل وجهة الإعانة والمساعدات التي تمنحها الدولة فيما يعاقب الموظفون الذين منحوها بخمس سنوات كما يعاقب المشروع كل من يحول الإعانات والمساعدات عن وجهتها من سنتين إلى ثلث سنوات وبالغرامة من 200 ألف إلى 300 ألف دينار جزائري مشاهد الاعتداءات على الأئمة والمساجد ظاهرة بزغت مؤخرا وعكستها أرقام وزارة شؤون الدينية ولتعزيز الحماية يشدد مقترح التعديل العقوبات في حق من يهين الإمام بعقوبة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات وتزيد مدة العقوبة لتتراوح بين 5 إلى 10 سنوات مع غرامة مالية في حال تخريب أو هدم أو تدنيس أماكن العبادة تخريب أو هدم أو تدنيس أماكن العبادة وذلك بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف دينار جزائري بعد تكرار سيناريو تسريب أسئلة الامتحانات خلال السنوات السابقة يفرض مقترح التعديل عقوبات في حق المتسببين في نشر وتسريب مواضيع أو أسئلة بثلاث سنوات سجن وغرامة بين 10 ملايين إلى 30 مليون سنتيم لما تشدد العقوبة في حق مرتكب الجرم من الأشخاص المكلفين بالتحضير أو الإشراف أو تأطير الامتحانات والمسابقات كل نشر أو تسريب لمواضيع أو أسئلة أو أجوبة الامتحانات النهائية أو المسابقة بالحبس من سنة إلى ثلث سنوات وبغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف دينار جزائري هي إذن أهم المقترحات الموضوعة بين يدي لجنة الشؤون القانونية بالمجلس على أن يتم عرضها للنقاش خلال أيام تعديلات من شأنها إعادة الاعتبار لبعض المؤسسات من جهة وضبط بعض الممارسات التي جاءت على مقدرات الدولة من جهة أخرى